قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام وَاجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ قال صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمُوا أَلَّنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ قَالُ وَلَا أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْ وَفَقْلِ هذا الحديث يبين لنا أن لا أحد منه له الاستحقاق في دخول الجنة إنما نحن ندخل الجنة برحمة الله وبفضل الله عز وجل فكيف قول الله عز وجل تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون نقول أن هذه الباء ليست باء ثمانية ليس عملك وثمن الجنة وإنما هي باء سببية العمل سبب لرحمة الله التي بها تدخل الجنة ولذلك هذا الأمر مهم جدا أنك حين تدخل الجنة أنت ترث هذا الميراث من أبيك آدم عليه السلام أن هذه الجنة كانت دار أبيك فأنت ترثها والميراث دوما يأتي للإنسان بدون استحقاق منه وإنما يأتي منة وفضلا من الله تبارك وتعالى وكذلك في بعض معاني التفسير أن كل إنسان مؤمن له مكان في الجنة وكذلك الكافر له مكان في الجنة فحين يدخل الكافر النار وحين يكفر بربه ويستوجب دخول النار فإنه يترك مكانه في الجنة خالية فيارثه المؤمن يارث هذا المكان المؤمن وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنهتدي لولا أنهدان الله والله لولا الله ماهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن صليت فأنت بالله تصلي إن آمنت فأنت بالله عز وجل آمنت وثبت على هذا الإيمان ولذلك كان كثيرا ما يحلف صلى الله عليه وسلم ويقول لا ومقلب القلوب ويقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك وكان من دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت لا إله إلا أنت أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكان من حديث الشداد النأوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر أي في الدين والعزيمة على الرشد اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن طاعتك وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شري ما تعلم وأستغفرك لما تعلم وأنت علام الغيوب أنت بالله تهتدي أنت بالله تثبت على إيمانك أنت بالله تؤمن وتهتدي إلى الإيمان أنت بالله تصلي رب جعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أنت بالله تشكر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أنت بالله تتزكى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء أنت بالله تعان على الذكر والشكر وحسن العبادة لن تصل إلى الله إلا بالله قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدع في ذبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانكلي ولا تمكر بي وانصرني على من بغى علي ربي جعلني لك ذكارة لك شكارة لك رهابة لك مطواع لك مخبتة إليك أواها منيبة تقبل توبتي واغص الحوبة وثبت حجتي واهد قلبي وسد لساني وصل صخيمة صدري أنت لا تملك من أمر قلبك شيئا يا أيها الذين من استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله يحول بين قلبك وبين الإيمان قال ابن عباس يحول بين قلب المؤمن والكفر ويحول بين قلب الكافر والإيمان ومقلب القلوب القلب الذي يشاء أن يقيمه أقامه والقلب الذي يشاء أن يزيغه أزاغه قال صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن القلب الذي يشاء أن يقيمه أقامه والقلب الذي يشاء أن يزيغه أزاغه ولذلك الراصخون في العلم يرون هذه الحقيقة يقولون ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يعلمون أن الهداية من عند الله وأن الثبات على الهداية من عند الله وأن العلم من عند الله وعلم آدم الأسماء كلها ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ففهمنا سليمان ولذلك كان شيخ الإسلام من تيمين رحمه الله إذا استغلقت عليه مسألة يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم آدم علمني يا مفاهم سليمان فهمني يا معلم إبراهيم الخير علمني إذن بما ترث الجنة بالعلم والعمل كلاهما من الله تبارك وتعالى الحمد إله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الحمد إله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الله الذي يورثك أرض الجنة الله الذي يورثك الجنة يهديك بعملك إلى الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لأنه هو الذي يستحق الحمد فهو الممد وهو المعد وهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو عز وجل الغني الحميد يأخذ بيدك وقلبك إليه أخذ الكرام عليه ولذلك كان دعاء إبراهيم عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم في تمام الافتقار وتمام الانكسار لربه عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر